أهلا بكم الجديد مشاهدينا قالت مصادر لبنانية للتلفزيون العربين رئيس البرلمان الربناني نبيه بري سيدعو إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل أضفت المصادر أن بيانا سيصدر اليوم بدعوة المجلس النيابي للانعقاد لاختيار رئيس الجمهورية خلف للرئيس الحالي ميشيل عون من المتوقع أن يواجه انتخاب رئيس الجمهورية أو يواجه هذا الانتخاب بتعقدات الوضع السياسي والانقسام بين الفرقاء اللبنانيين من بيروت ينضم إلينا مراسلنا محمد إشبارو أهلا بك محمد يعني اعتاد لبنان بأن يصاحب الاستحقاقات الرئاسية الكثير من التعقدات والانقسامات ما الذي ينتظر استحقاق هذا العام رويدة بداية الدعوة ودعوة رئيس مجلس النواب نبي بر للمجلس لانعقاد يوم الخميس المقبل صدرت هذه المذكرة بالفعل منذ قليل وبالتالي موعد الجلسة حدد وحسم على صعيد ماذا ينتظر لبنان هناك أولا استجال القانوني حول الجلسة الأولى هناك المادة 49 من الدستور التي تقول بضرورة انتخاب الرئيس في الدورة الأولى بثلثي أعضاء المجلس هذه المادة هناك خلاف حولها خصوصا أن التجربة السابقة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الحالي ميشيل عون التي شهدت فراغا داما نحو سنتين ونصف هناك من يقول بأن النصاب لعقد هذه الجلسة هو الثلثين والبعض الأخر يقول بأنها الثلثين لانتخاب الرئيس وبالتالي تعقد الجلسة بمن حضر هذا على شق النقاش القانوني الدائر حول طبيعة الجلسة الأولى خصوصا أن الجلسة الثانية عادة ما ينتخب فيها الرئيس بأكثرية النصف زائد واحد فقط وبالتالي تركيبة مجلس النواب اليوم لا تضمن أكثرية مطلقة لأي فريق من الأفريقاء وبالتالي يقول البعض بأن التوافق بين الأفريقاء أو الكتل الرئيسية في البرلمان مطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية على صعيد الحوارات الدائرة في لبنان لا يمكن القول بأن النقاش بدأ بين الكتل المتصارع أو المختلفة حول اسم رئيس الجمهورية المقبل هناك بعض المواصفات للرئيس التي وضعت على الطاولة أو الشروط التي وضعت على الطاولة ولكن لم يتم الدخول بعد في الأسماء المطروحة لهذا المنصب وبالتالي من المتوقع أن تبدأ النقاشات على مستوى الكتل البارزة أو الكبيرة بالفعل بدأ تكتل نواب قوى التغيير قبل أسبوع نقاشا حول مواصفات الرئيس ولكن لم يتم الدخول بعد في اسم الرئيس المقبل هناك بعض المواصفات التي يشير إليها البعض بما أنها قد تشكل خرق على مستوى انتخاب الرئيس ثم تكتل أساسية تقول بضرورة انتخاب رئيس وسطي في هذه المرحلة أو رئيس قادر على الحوار مع جميع الأفريقاء وليس رئيس تحدي أو رئيس من فريق ضد فريق آخر وبالتالي يقول البعض بأن التوازنات مجلس النواب الحالي وأيضا المشهد الأقليمي والدولي المعقد يتطلب اليوم رئيس وسطي يمكنه إدارة إدارة الأزمة أو تقديم خطة انقاضية للبلاد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها رويدة شكرا لك محمد شبار ومراسلنا من بيروت على هذه الإحاطة ترجمة نانسي قنقر